وعدلان قديورة وعبد الرؤوف بن غيث وأكرم بوراس وعنده في خط الهجوم إسحاق بلصوف ومروان زروقي ولمين جالو وعبد الرحمن مزيان وإسامة درفيلو ومحمد إسلام بلخير وليونيل وانبا ده المشوار أو دي القايمة عندهم غيابات غياب عدة أسماء بارزة خاصة على مستوى الخط الدفاعي الأمر بيتعلق بشعيب كنداد وده كنداد لعيب مهم عندهم ويوسف العوافي ومحمد عزي وإسلام بكير وزين الدين بوتمان ده الأعلى قيمة تسويقية يعني زين الدين بوتمان القيمة التسويقية الأعلى هو اللعب المهم عندهم عبادة حسين بن عبادة شباب بلوزداد في دور الأبطال لعب الفريق السيرليوني بورانجيرس وفاز شباب بلوزداد 3-1 ثم كرر الفوز أيضا 3-1 ذهابا وإيابا وده كفاله دخول دور المجموعات جي في المجموعة الرابعة فاز في ملعبه على يانج أفريكنز 3-0 لكن الغريب أنه خسر من غانا من ميدياما 2-1 المباراة دور الجزائري إذا كان الأهلي وصيف الدور حتى الآن وعنده مؤجلات شباب بلوزداد لعب ست مباريات في الدور الجزائري فاز فأربعة خسر مبارتين سجل 9 هداف واستقبل 5 أهداف نتائجه في الدوري كسب نجم مقرة 1-0 وخسر من اتحاد خنشالة 3-2 وفاز على الاتحاد الرياضي السوفي 3-0 وخسر من اتحاد الجزائر 2-1 ولعب نادي برادو فاز عليه 1-0 واجه شبيبة القبائل وفاز على شبيبة القبائل 1-0 وأيضا اتأجنت مباراته مع اتحاد باسكرة قلتلكوا قبل كده اللقاءات السابقة للأهلي مع اتحاد مع شباب بلوزداد كانت في 2001 الفوز 1-0 تاقم الحكام اللي هيدير المباراة تاقم حكام كيني بيتر ويورو حكم ساحة جيلبرتو شريوت مساعد أول استيفنيان بمساعد ثاني نيجرو ديكانش ده الحكم الرابع ده كل ما يخص هذا المنافس الجزائري المحترم خدوا بالك يا جماعة الكرة الجزائرية كرة محترمة وليها سماتها الخاصة أبرز ما في سمات الكرة الجزائرية القتال الشديد العناصر أو الصفات الإرادية عند اللعيبة عالية جدا مش من فراغ أبدا وصف مقاتل الصحراء لا هم فعلا مقاتل الصحراء لأنه عندهم سمات شخصية عالية جدا عندهم تركيز عالي جدا في الملعب عندهم لعب في قدر عالي من الجدية إن لم يكن يعني لا يصل لحد الخشونة لكنه قوة بفعل قوي وفيه تركيز وفيه واجبات مهمة جدا في الملعب بس أنا عايز أتوقف أستاذ إبراهيم احنا بنشهد في الفترات الإخرينية أزهى عصور العلاقة الطيبة بين الكرة المصرية والكرة الجزائرية وشفنا التصريحات مع كل الأندية الجزائرية التي لقيت الأهل سابقا حتى شباب ملوزداد الآن والتصريحات اللي بتتأل بتعكس احترام شديد جدا والإدارات بتاعت هذه الأندية في زيارتها للقنارة بتبقى حريصة تروح النادي الأهلي وتؤكد على هذه العلاقة مسؤولي وفاق الصيف والتحاد العصر ما أنا بقولك الوفاق ده منتهى الوفاق كلهم الحقيقة حتى على المستوى الدولي يعني أي بلد كانت تشهد هذه المحاولة الخبيثة الدنيئة في الوقيعة كرويا بينها وبين أي دولة تانية كانت حسيب بأثار إلا هذا الشعب الجدع العرب بجدر يعني الجزائر قابض على أوروبته لا وعلاقته تاريخيا بمصر علاقة فيها مشاركة يعني ما حدش فينا بعيد عن أحداث التانية صحيح فإحنا أهلا بهم أشقاع بمعنى الكلمة أعزاء بمعنى الكلمة يلقوا التحيب بإذن الله ويعني إلى مزيد من الدعم في هذه العلاقات ولنترك الكرة تقول كلمتها في الملعب أما العلاقات اللي بيننا وبينهم إلى ازدهار بإذن الله طيب اللعب الأغلى المدافع حسين بن عيادة حسين بن عيادة الرجل له تصريحات لصحيفة النهار الجزائرية قال لك نقاط مباراة الأهلي بالذات بتعني لنا حاجة خاصة جدا قال لك لأن احنا لما خسرنا من ميديامة ما عندناش فرصة إلا للتعويض على حساب الأهلي قال إن احنا هنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية للإبقاء على حظوصنا في المجموعة قال إن احنا بنحترم الأهلي لأنه ملك هذه المسابقة شوفوا برضو الآخرين بيدركوك إزاي الأهلي ملك هذه المسابقة لكن في حدود المعقول أظن أن اللعب في الإسكندرية أفضل لنا من اللعب في القهيرة على الأجواء الساحلية بالنسبة لهم يعني قال بن عيادة تعفيت من الإصابة وأنا جاهز لاستعادة مكانت الأساسية في مطش الأهلي هلعب في مركز الدفاع من أجل تعويض زميل لشعيب كداد اللي بيغيب للإصابة يعني هو بيرجعوا لسد هذا الفراغ قال حسين بن عيادة لما لا نكرر سيناريو التحاد العاصمة الذي فاز على نفس الفريق في السوبر الأفريقي في مدينة الطائف بالسعودية يعني فوز التحاد العاصمة طبعا فتح الطريق للشباب بالوزداد أن يقول لك ليه لا؟ وهو بطل الدوري شوف المباراة صعبة جدا المباراة ظروفها ما تخليش أي نوع من أنواع التراخي من الطرفين لا الأهل يستطيع بالفوز الذي أفلت في اللحظات الأخيرة منه في مباراة يانج أفريكانز والفريق الجزائري بالخصارة من ميديامة في اللحظات الأخيرة أيضا اتنين واحد المباراة مهمة جدا جدا اللي هيكسبها حيرتاح في مشواره القدم مؤكد يعني مية المية هخليك تتكلم على الأهل ولعبته لكن عايز أقول لكم هدف شباب بالوزداد وهو بيستعد لهذه المباراة هدف الفريق اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا تواصلت معاه بعض المواقع للحديث عن موقع يلا كورة للحديث عن المباراة باعتباره مهاجم لهذا الفريق المهم قالوا له انت بتقيم مسيرتك ازاي مع شباب بالوزداد قال لهم ما يهم المهاجم هو تسجيل الأهداف لما سئل عن مباراة الأهلي النسخة الماضية شهدت فوز شباب بالوزداد على الزمالك مرتين هل الفريق الجزائري قادر على تحقيق ذلك مرة أخرى أمام الآل يعني بيقول له انت كنت معاهم لما كسبوا الزمالك مرتين رايح جاي تقدروا تعملوا دمع الأهلي قال ايه المهاجم الكاميروني قال لك من الصعب الإجابة على هذا السؤال لكن قد يكون الفوز صعبا للغاية خاصة عندما تواجه الأهلي في مصر لكن الأمر ليس مستحيلا مع الكرة نحن قادرون في الفوز على الأهلي سجلت هدفين في شباب فريق الزمالك وهو نادن كبير جدا لكن يعتبر الأهلي هو الأكبر وأحب دائما مواجهة الفرع الكبيرة لذا لا أستطيع الانتظار حتى يأتي يوم المباراة متلاهف بقوة هذا المهاجم الكاميروني لمواجهة الأهلي قالوا له في الفترة اللي فاتت الأهلي تعاقد مع الجزائري أحمد قندوسي والأمر قد يحدث في المستقبل رأيك إذا تلقيت عرضا من الأهلي أو الزمالك قال البطولة المصرية بطولة كبيرة جدا أود أن ألعب في مصر لكن يبقى الانتقال لأوروبا أولوية بالنسبة لي الآل والزمالك كلا هما نادي كبير لكن أريد أن أحتفظ بهذا الرد لنفسي أولا بيقرأ وبيفهم إجاباته كويسة جدا لكن بيتضعنا أمام برضو نقطة مهمة جدا لنخلي بالنا منها الفرقة دي كزمة زمالك رايح جاي واللعب دا سجل في زمالك رايح جاي لا المطش مش هكون سألة لأبدل أستاذ أبراهيم وإحنا مسألة إن إحنا عمالين نقيم أنفسنا على ما يقال عنا برضو دي نقطة فيها منطل الخطورة إن إحنا عايشين برضو حتة إحنا الأهل إحنا أيوة بس فيه منفسين بيبذله غاية الجهد أمامك إنت عشان تظل في المكانة دي لازم تقدم هذا المستوى والفريق يلقى هذا الدعم وبشكل مستمر ثقة لا تتوقف مع مكانة الظروف بين الأهل وجماهيره ولعبته تأخذ المسادة ومؤكد إنهم حيبقوا يعني هم كمان عاملين حساب الجمهور بيحاولوا الدولوا حقهم اللي لعبت الآن بتقول لهم إيه بقلوم كده الجمهور ده بسندكم الجمهور ده عشان مكبير فيكم إنت بقى على رأي الشناوي كابتو الشناوي إنتوا عندوكم جماعة تاريخ سوف يكتب إنكم الجيل اللي عمل ما لم يفعله أي جيل فيه تاريخ إجنادي الآن احسنوها لصالحكم عيشوا على تحقيق هذا الهدف إنكم أكبر عدد من البطولات الإفريقية والمحلية في عهدوكم شوفوا حسبوها بقى الجيل الأعظم جاب كم بطولة وفضلوكم كم بطولة عشان تنفسوه لازم تتجاوزوه فبإذن الله لو أنت بتلعبوا يعني بشيء من الأنانية حتى ما هو إذا أنت ما نحسلش لنفسك مش هتنحز للصالح العام وإذا ما تخلقتش دوافع وإنحسل نفسك مش من باب الأنانية ساعات أفضلك عن نفسي لإنحياز النفس يعني أنا وإنت راحين على الجون عشان أنا أنحزل نفسي ممكن أبصير لك وكورا أنت أجيبها جون أضمن مني لإني لو أخفقت أنا أسأت النفسي طب لو جبت أنت الجون الفرقة كذبت وحيزت الناس هتوعي تفتكر لي الأسست دا إذن الانحزل النفسي ليس معناها الأنانية ولا أن أنا محطش الصالح العام في اعتباري أحيانا أنت أنحزل نفسك جزء من إنحيازك للصالح العام هو مش جزء أهم في حاجة إنحياز للصالح العام هو دا اللي يحطك في المكان المحترم أنا بقول لهم اعملوا اللي عليكم سيبوا الباقي على الله بإذن الله وطفيق صفة يصادف من يبدل من يبدل الجهد والإخلاص نتمنى إن شاء الله كل التوفيق هنطلع لفاصل وبعد الفاصل الأهلي وجوائز الأفضل ما تخافش على الأهلي